اشتركوا في القناة وفي مملكة من المملك القديمة كان يوجد ملك وملكة لهم ثلاثة بنات تسمى الكبرى شقراء والوسطى حمراء والصغرى زهراء وكانت الكبرى والوسطى موضع رعاية أبويهما وحبهما الجم لأنهما كانت مثلهما سوء طباع وشرسة خلق أما الأميرة الصغيرة فكانت على جانب عظيم من الجمال والذكاء وكرم الأخلاق ولطالما حسدت أختها على أن كان لها عند مولدها عرابة من الجنيات في حين لم يكن لهما مثل تلك العرابة وبعد أن ولدت زهراء ببضعة أيام أرسلها أبوها إلى فلاحة في إحدى المزارع تربيها وتنشئها فعاشت عندها خمسة عشر عاما لم يرها أبوها في خلالها مرة وحدة غير أن الجنية كانت ترعاها فأرسلت إليها المعلمين والمعلمات فنشأت تحسن القراءة والكتابة والرسمة والتخطيط والحساب وتتكلم عدة لغة أجنبية وتجد العسفة والرقص والغناء وبينما كان جالسة ذات يوم تقرأ قرب باب المنزل إذا وقف عليها رجل يلبس ولبس الضباط وطلب إليها أن يتحدث مع الأميرة زهراء فقالت لها أنا زهراء فحياها وقال كلفني مولاي الملك أن أحمل إليك هذه الرسالة فتناولت زهراء الرسالة وفضتها وقرأت فيها ما يلي زهراء إن شقيقتكي قد ولغتا سن الزواج فلذلك دعوت الملك والملكات والأمراء والأميرات من جميع أنحاء العالم إلى حفل كبير يزدحم فيه الخطاب على شقيقتك أما أنت اليوم في الخامس عشر من عمرك فقد أنا لك أن تشهدي مثل ذلك الحفل فإني أدعوك إلى قضاء ثلاثة أيام بيننا وسأرسل بعد أسبوع من يستحبك إلينا ولن أبعث إليك بمال تشترينا به ثوبا جديدا فزينة أختيكي كلفتني كثيرا وكيفما كان الأمر فلن يلتفت أحد إليك فالبسي ما تشاء أبوك الملك فجرت زهراء برسالة إلى مربيتها فقرأتها وقالت أسعيدة أنت في الذهاب إلى هذا الحفل يا زهراء فقالت كل السعادة يا مربية العزيزة فسوف أرى أبي وأمي وشقيقتي ثم أعود إليك فتنهدت المربية وذهبت تصلح للفتاة ثوبها الأبيض الذي تلبسه في الأعياد فغسلته وكوته ووضعته في صندوق صغير ووضعت معه جوربين من القطن وحداء أسود وبقت ورد لتزين بها شعرها وهمت بإقفال الصندوق ولكن فتحت النفذة في تلك اللحظة ودخلت منها الجنية عربة الفتاة وقالت أنت إذن ذهبة إلى قصر أبيك يا عزيزتي نعم يا عربة العزيزة وسأقضي فيها ثلاثة أيام فقالت وماذا أعددتي من ثياب لتلك الأيام الثلاثة قالت ها هي ذي عربة فانظري وأشارت إلى الصندوق الصغير الذي كان لا يزال مفتوحا فتبسمت الجينية وأخرجت من جيبها حقا صغيرا وقالت أريد أن تبهر زهراء العيون والقلوب بزينتها فالذي في هذا الصندوق غير جدير بها وفتحت الحق وسكبت منه نقطة على الثوب فتحول إلى ثوب خشن أصفر زرين وأتبعتها بنقطة أخرى على الجوربين فانقلب إلى قمش صفيق أزرق وبنقطة ثالثة على باقة الورد فاستحالت إلى جناح دجاجة وبرابعة على الحذائي فتغير إلى قبقاب من الخشب ثم قالت بلهجة رقيقة لطيفة بهذا أريد أن تبدو زهراء العزيزة وأريد كذلك أن تتم جولتها بعقد وأصاور وشريط تربط بها شعرها وأخرجت على الأثر من جيبها عقذا من البندق وشريطا من اللوز الأخضر وأصاورا من الحمص اليابس ووضعت كل ذلك في الصندوق وقبلت جبين زهراء وغبت عن الأنظار تاركة زهراء ومربيتها في دهشة عظيمة وفي الموعد المنتظر قبلت زهراء مربيتها مودعة شاكرة وركبت المركبة التي بعث بها الملك لتنقلها إليه فصارت بها في طريق القصر ووصلت المركبة إلى القصر فاستقبلها أحد الحجاب وقال هل تتفضلين يسمو الأميرة فتتبعين لأدلك على غرفتك؟ فتبعت زهراء الحاجبة ودهشت حين مرأته يسير بها من رواق إلى رواق ومن سلم إلى سلم حتى وصل بها إلى السطح وقادها إلى غرفة من غرف الخادمات فوضع فيها الصندوق الصغير وقال للأميرة الصغيرة ما هي ذي الغرفتك يسمو الأميرة وعدرا إذا كانت لا تلق بك فقاطعت زهراء وهي تبتسم وقالت لا تتعب نفسك بالاعتذار فإنها حجرة جميلة فقال سأعود في الموعد المحدد لأصلك إلى صاحبي الجلالة فحياها الحاجب وخرج وفتحت زهراء الصندوق وأخرجت منه ثيابها وأدوات زينتها فمشتت شعرها وربطته بالشريط المصنوع من اللوز الأخضر ولبست ثوها الخشن وجوربيها الصفيقين وقبقبها الخشبي وتزينت بعقد البندقي وأصاور الحمص اليابس وتحلت بجناح الدجاجة ولم تكن راضية عن هذا كله ولكنها ارتدت ما ارتدت وتحلت بما تحلت إذ عانا لأمر عربتها الجنية ولا تسل عن دهشتها العظمة عندما رأى ثوبها قد أصبح من الذمقس المرصع بالذهب والعقيقة وحذاءها من الأطلس الأبيض وجوربيها من الحرير النعم وحينما رأت عقدها قد استحال إلى طوق من اللؤلؤ الثمين وأصاورها قد انقلب إلى مجموعة من الألماس البراقة تسارعت إلى المرأة الصغيرة التي كانت في الغرفة فشهدت أن جناح الدجاجة قد أصبح رشة طاوس بديعة وأن شريط اللوز الأخضر قد تحول إلى عصابة من الزمرد فتملكها فرح لا يصافة وأخذت تثب من جهة إلى جهة في الغرفة وهي تشكر عربتها التي أرادت أن تمتحن طاعتها فجزتها هذا الجزاء الكريم وجاء الحاجب وطرق عليها الباب ودخل فبهره جمال زهراء وثمين زينتها فمشى أمامها وتبعته صامتة اجتاز بها حجرا وأباء كانت غاصة بالملوك والأمراء والملكات والأميرات وكان كل واحد منهم يلتفت إليها معجبا بزيها مبهورا بجمالها إلا أن وقف الحاجب وقال يا سمو الأميرة أنت بحضرة صاحبي الجلالة فرفعت إليها عينها فقال لها الملك هل يا سيدتي أن أعرف اسمك فأنت ولا شك ملكة عظمة أو جنية كبيرة فيشرفنا وجودها معنا الليلة فوضعت زهراء إحدى ركبتيها على الأرض وقالت لست يا صاحب الجلالة ملكة عظمة ولا جنية كبيرة فإنما أنا ابنتك زهراء التي تفضلت فدعوتها إليك فصاحت الملكة أنت زهراء زهراء التي تلبس من فخير التياب وغالي جواهر ما لم ألبسه قط في حياتي فمن أعطاك هذه البدائع إنها عربت يا سيدتي أسمحي لي صاحبة الجلالة أن أقبل يدك وتكرمي علي بمعرفة شقيقتين فأشارت الملكة إلى فتتين كانتا إلى جانبها وقالت في جفاء وغلدة هتاني هما أختاك فحزنت زهراء لهذا الاستقبال الجاف الذي استقبلها بها أبواها وخفت إلى شقيقتين تريد تقبلهما فتراجع عنها شمختين بأنفهما فعز على زهراء هذا الجفاء وكان من المدعوين ملك شاب جميل عظم الثراء واسع الملك فكانت شقراء تعلل نفسها بأن تصبح زوجته ولكنها رأته قد جلس إلى المائدة بجانب زهراء مشغولا بها عن كل فتة أخرى وبعد الفراغ من تناول العشاء أرادت شقراء بحمراء أن تلفت الأنظار فغنت غناء جميلا وصاحبت الغناء بالعزف على القطار فصفقت لهما زهراء طويلا وأثنت على جمال صوتهما فقابلت شقراء هذه اللفتة الكريمة باللؤم الكاميني في قلبها وقلب أختها وشاءت أن تحرج موقف أختها الصغرى فدعتها إلى الغناء فتمنعت زهراء في حياء وخجل وألحت أختها عليها ظنا منهما أنها لا تحسن الغناء وشراكتهم الملكة في إحرج ابنتها الصغرى فأمرتها بأن تغني وتعزف فامتثلت زهراء طائعة وأخذت الغطار وانطلقت تنطق الأوتار أعذب الألحان وتغريد تغريد البلابل فودت أختها الكبيرتان لو تستطيعان وقفها لما بدأ لهما من فن أختهم الرافع وعذوبة صوتها الساحر فأعجب السميعون بها كل الإعجاب وسفقوا لها وهللوا حتى كذل أختان الكبيرتان تخران مخشيا عليهم ولسيما عندما رأت الملك الشاب الجميل يقترب من زهراء وعينه مبللتان بالدموع ويقول لها أيتها الأميرة الجميلة ما سمعت قط غناء أحلى من غنائك فزيدين منه أكون أسعد السعادة وشق على الملكة النجاح الذي أصبته زهراء ففضت الحفلة في ساعة مبكرة وانصرف المدعوبون فصعدت زهراء إلى غرفتها فخلعت ما لبسها وحليها ووضعتها في صندوق بديع من العاج فلم تعرف كيف وجد في غرفتها ثم ذكرت أبويها وشقيقتها فآلمها موقفهم منها ولكنها تعزت عن ذلك بذكر الملك الشاب وجميل حفوته بها فسري عنها واستلقت إلى سريرها واستيقظ الملك والملكة والإبنتان الكبيرتان بعد ليلة مضطربة تقلبوا فيها على الفراش من الشوك واجتمعوا كلهم عند الملكة يتداولون ويشاورون وينفسون عن غيدهم فقالت الإبنتين لأبيهما ألأجل إذلالنا دعوت زهراء فجاءتنا بهذه الحلال الفخرة واسترعت بها انتباه الملك والأمراء فرد أقسم إني ما دعوتها إلا نزولا عند أمر عربتها الجنية ثم إني ما كنت أعرف أنها على مثل هذا الجمال فقاطعت الأميرتان قائلتين على مثل هذا الجمال أطراها جميلة إنها شنيعة منظر غبية الفؤاد فما لفاتت الأنظار إلا بثمين زينتها فلماذا لم تشتري لنا أفخار التياب ولماذا لم تعطنا أثمن ما عندك من درر وجواهر فقد برزنا بإزائها كأننا نرتدي الأسمال ونتحلى بالخرز والنحاس فقال من أين لي مثل تلك الحلال والجواهر التي جاءتها بها واستمر المجتمعون الأربع يتشجرون وتراشقون بالكلمة القاسية حتى قطعت الملكة الشجارة وقالت الرأي عندي أن نجد وسيلة نتخلص بها من زهراء ونحول دون أن يراها الملك الشاب ثانية فما كادت الملكة تنتهي من عبارتها حتى ظهرت لهم الجنية غاضبة محنقة وقالت لهم مهددة متوعدة إذا أبعتم زهراء من هنا فسوف أمسخك أيها الملك اللئيم سرطانا وأمسخ زوجتك القاسية عقربا وأمسخ ابنتيكم المجردتين من عطيفة الإخوة حيتين قبيحتين فحذاري ثم حذاري وتورت الجنية على الأثر وافترق المتأمرون سخيطين بعدما أخفقوا في مؤامرتهم وفي اليوم الثاني تنولت زهراءه عندما استيقظت كوبا من اللبن وقطعة خبز جاءت بها خادمة عبلة الجسم ثم نهضت تلبية ثيابها وتعتني بزنتها فداهشت لما رأت أن صندوق العاجي بما يحوي من نفائس وروائع كان قد اختفى وحل محله صندوقا خشبيا بما فيه من غليد الثياب ومضحك الحلي فعكفت مع ذلك عليها تلبسها بعد إذ استقر في ذهنها أن عربتها هي التي استبدلت خشبا بعاج وزاريا بثمين ومشت إلى المرأة لتلقي نظرة أخيرة على هندمها الغريب ورجعت عنها مبهورة متعجبة ورأت في نفسها تردد أفخر بزة من ملابس الفوارس فمن ثوب من المخمل السماوي بأزرار من الدرار كل درة في حجم زودة إلى جورب تنثرت فيه اللألئ كل لؤلؤات في حجم البندقة إلى قبعة زرقاء تزينها رشة طاوس عجيبة تتذلى حتى خصرها وتربطها بها ألماسة ضخمة يخطف لمعاناها الأبصار إلى حذاء من المخمل الأزرق أيضا مرصع بالذهب والدري إلى عقد وأصاور من غالج واهر يفوق ثمن الواحد منها ثمن قصر الملك بجميع رياشه وتحفيه وألطافه وحينما همت بالخروج وراء الحجب الذي أقبل يستدعيها سمعت من يهمس في أدنها قائلا زهراء لا تركبي إلى الجواد الذي يقدمه لك الملك الشاب فالتفتت إلى مصدر الصوت فلم تجد أحدا فعيقانت أن ذلك الصوت صوت عربتها فقالت شكرا لك يا عربتي فقاد الحجب إلى البهو الكبير فلقت ما لقته من إعجاب الناظرين فنحى الملك الشاب نحوها وأمسك بيدها وصار معها إلى الملك والملكة فاستقبله أسوأ الاستقبال وأعراضت أختها حتى عن تحيتها عندما شهدتها في ذلك الزي الفاخر والجميل وحاز هذا الجفاء في صدر زهراء فارتبكت فأنقذها الملك الشاب من موقفها وسألها أن تسمح له بأن يكون رفقها في هذا الصيد فشكرته كل الشكر ونزل القوم بعد الغذاء إلى ساحة القصر ليركبوا الجياد ويذهبوا إلى الصيد في الغابات فجاء أحد الحجاب بحصان أسود جميل يبدو عليه العنف والشرصة ويكاد السئسان الممسكان بزمامه لا يقويان على تهديئته فبادر الملك الشاب يقول عدي عن هذا الحصان يا أميرة فإنه عنيف شرس وركوبه خطر فقال الحاجب للملك الشاب لقد أمر صاحبنا الجلالة بأن لا تركب الأميرة غيره فالتفت الملك الشاب إلى زهراء وقال لها انتظري قليلا يا عزيزة الأميرة فسوف أجيءك بحصان من أحصنتي فحذار أن تركبي هذا وعاد الملك الشاب بعد ذاقاء قليلة يقوده ونفسه جوادا أبيض جلل ظهره بسرجه من المخمى للأزرق المرصع باللا ألئ وفي فمه شكيمة من الذهب ربط بها زمام محلى بالأحجار الكريمة فلما همت زهراء وانتطاطه ركع الجواد ولم ينهض إلا عندما استقرت فوق سرجه وقفز الملك الشاب إلى جواده وأقبل يقف بجوار زهراء ورأت الأميرتان وأبواهما ما حدث فأكل الغذب والحنق قلوبهم وأصدر الملك إشارة بالرحيل فأطلق الرجال والنساء لأفرصهم العنان فطارت بهم إلى الغابات أما زهراء والملك الشاب فتوقفا في أثناء الطريق عند إحدى الخمائل يتحدثان ويروي كل منهما للأخر سيرة حياته وانتهى حفل الصيد عند القصيل ورجع المدعوون إلى القصر فعاد معهم واختلى كل مدعو في غرفته يستريح فيها ويغير ملابسه ويتأهب لصارة الرقصة وسعدت زهراء إلى غرفتها في السطح وخلعت ملابسها فرأت كل قطعة منها وكل حلية تسير وحدها إلى صندوق العاج وتستقر فيه وبعد أن استراحت زهراء قليلا قامت تعاود ارتداء ملابسها استعددا للذهاب إلى مأذبة العشاء ولكن أيلق أن تذهب إليها في حلة الفرسان فما كدت تفكر في هذا الأمر حتى لمحت في الزوية من زوايا الغرفة صندوقا جديدا فخفت إليه وفتحته فبهرها محتوى فقد كان فيه ثوب جديد وحلي جديد أغلى وأثمن وأبهى مما سبق فشكرت عربتها في سرها وأتمت زينتها ونزلت إلى البهو الكبير فأثارت في الحاضرنا نفس شعور الإعجاب والاستحسان وأذكت في قلوب والديها وشقيقتيها سعيرا من نار الحقد والحسد فحزنت زهراء حزنا جديدا وشقع عليها أن لا يبدلها أهلها حبا بحب وجلس الملك الشاب إلى المائدة بجانبها كعادته وأخذ يروح عما لمسه فيها من كآباء وأنهى إليها أنه يعتزم أن يطلب يدها في الحال من أبويها فرجت منه أن يمهلها إلى غد لتستشرع عربتها وتنقل إليه جوابها وبدأ الحفل الرقص بعد العشاء ورقصت فيه أختها شقراء وحمراء رقصا جميلا لأنها كانت تتلقيان الدروس في هذا الفن منذ عشر سنوات وكانتها تحسبان أن شقيقتهم الظهراء لا تعرف الرقص فأرادت أن تخجلها أمام الحضور فطلبت إليها أن ترقص فتمنعت فازداد إلحاحا وإصرارا بغية تحقيرها انضمت الملكة إليهما وأمرت زهراء بأن ترقص فأذعنت زهراء لأمر والدتها فرقصت وانتزعت بفنها الجميل ورشاقتها السحية وجمالها الوطحي إعجاب القوم أجمع فهللوا لها وكبروا حتى ودت شقيقتها لم انقضتا عليها وأشبعتاها لطمان وركن ولحظ الملك والملك على ابنتهما ثورتهما العنيفة فأشار عليهم بالهدوء وهمسا في مسمعهما قائلين حذار من غضب الجنية وصبرا غضا هو اليوم الأخير وانتهى الحفل وأوا كل إلى مخدعه وعندما أطفعت زهراء شمعة التي تضيء غرفتها واستلقت إلى سريرها هتفت ناج عربتها وهي تقول بصوت يشبه لامس يا عربة العزيزة الكريمة ماذا أقول غدا للملك الشاب أملي علي الجواب أطعكي مهما يكن فردت العربة بصوتها الحنون قائلة اقبالي طلبه يا عزيزتي فأنا التي دبرت لهذا الزواج وأنا التي أوحيت إلى أبيك بدعوتك لأسير لقائك بالملك الشاب فشكرتها زهراء وغرقت في سبات عميق وفي اليوم الثالث بينما كانت زهراء نائمة نوما هادئا مستسلمة إلى الأحلام الجميلة كان أبوها وأختها يغلي السخط في صدورهم فقد اجتمعوا بعد الحفل وعادوا يتشجرون ولكن بقي لهم أمل واحد في التخلص من زهراء ذلك هو سباق المركبات التي سيجرى في اليوم التالي وكان برنامج السباق يقضي بأن تقود كل امرأة مركبة لجرها جوادا فبيت العزم على أن يختاروا لزهراء مركبة عالية بغير حواجز وجوادين عنفين غير مروادين وصحت زهراء في الصباح بسامة متهجة وقامت ترتدي ثوبها فإذا هناك صندوق جديد من العاجة فيه حلة وجواهر جديدة لم تقع العين على أجمل منها ولا أبهى فتزينت بها ونزلت إلى البهو الكبير فلقيت فيه الملك الشاب ينتظرها على أحر من الجمر فسرع إليها وسألها ماذا قالت لك عرابتك؟ وما جوابك يا أميرة العزيزة؟ فقالت هو الجواب الذي يمليه علي فؤادي إني سعيدة بأن أشاطرك الحياة يا أمير العزيز فقال شكرا لك وألف شكر وسوف أطلب يدك من أبيك يا أميرة العزيزة بعد العودة من سباق المركبات واسمح لي يا أميرتي أن نعقد زواجنا في هذا اليوم نفسه فأستحبك إلى مملكتي وأنقذك من استبداد أهلك فترددت زهراء في الجواب ولكنها سمعت صوت الجنية يقول لها اقبلي وسمع الملك الشاب الصوت نفسه يهمس في أدنه ويقول عجل في الزواج واطلب يدها من أبيها دون تأخير فحياة زهراء في خطر ولن أستطع أن أصار عليها مدة ثمانية أيام منذ غروب الشمس في هذا المساء فارتعد الملك الشاب وأفضى إلى زهراء بما سمع فقالت له علينا أن نغفل هذا التحذير فمصدره ولا شك عربة وحان موعد السباق فكان على الرجال أن يركبوا الخيول وعلى النساء أن يسقن المركبات وجئنا بالمركبة التي أمرت الملكة أن تركبها زهراء فوثبت إليها ولكن سرعان ما أنزلها منها الملك الشاب وهو يقول لن تسوق هذه المركبة يسمو الأميرة انظر إلى الجوادين ونظرت زهراء إلى الجوادين فرأت كل واحد منهما يضرب الأرض بحوافره ويقفز بقائمته في الهواء ويملأ الجو حم حمتا وصاهلا يكاد لا يقوى أربعة من السواس الممسكين به على كبح جمحه وسمع الناس في تلك اللحظة سئيسا صغيرا جميل الوجه والهندام يصيح بصوت عذب مركبة الأميرة زهراء ورأوا على الآثار مركبة صغيرة مصنوعة من الصدف واللؤلؤ يجرها جوادان أبيضان مطهما قد لجامهما ورصانهما في المخمل الأصفر المطعام بزمرض والياقوت وسمع الملك الشاب الجنية تهتف في أدن قائلة أترك زهراء تركب هذه المركبة فإنها والجوادين أهدية مني واتبعها حيثما سارت فلم يبقى لي إلا بضع صاعيت أرعاها فيها ويجب أن تكون زهراء في مملكتك قبل وطول الليل وسعد الملك الشاب زهراء على الصعود إلى المركبة وامتطاه وصهوة جواده وبدأ السباق فانطلقت المركبة والجياد وجرى الملك الشاب في محادات مركبة زهراء وفي أثناء السباق حاولت مركبتان ضخمتان ثقيلتان تركبهما سيدتان متلثمة أن تسبق مركبة زهراء فانقضت إحداهما عليها وصدمتها صدمة عنيفة كان يمكن أن تحولها إلى قطع متناترة لولا أن مركبة زهراء كانت من صنع الجنية فتحطمت المركبة الثقيلة وسقطت منها السيدة الملثمة وتلقفتها الحجارة والتراب ونظرت زهراء إلى المرأة الممددة على الأرض فعرفت فيها أختها شقراء فهمت بأن تقف مركبتها لتخفى إلى نجدتها ولكن أطبقت عليها في تلك اللحظة المركبة الثقيلة الثانية وصدمتها صدمة أعنف وأقوى فلقيت هذه المركبة مصير المركبة الأولى وسقطت سائقتها متمرغة في التراب فحملقت زهراء فيها فإذا هي أختها حمراء فوقفت مركبتها وتأهبت للنزول حتى تنجد شقيقتها فاستوقفها الملك الشاب وهو يقول لها إن أختيها المتأمرتين عليها لا يستحقان النجدة ثم سمعاهم الاثنان صوت الجنية تقول تابع المسير فالملك مسارع إليكما هو وجماعة من رجاله ليقتلكما معا فالوقت الذي أستطيع أن أحرسكما فيه أصبح ضيقا والشمس سوف تغيب بعد ساعة قليلة فترك أيها الملك الشاب جوادك واركب أنت وزهراء مركبتي وسابق بها الريح فقفز الملك الشاب إلى المركبة بجوار زهراء وأرخي العنان لجوادين فطارى بهم طيرانا ولم يقوى والد زهراء ول رجاله المسلحان على اللحاق بهما فأن لهم أن يلحقوا بمركبة يسيروا بها جوادان من الجن وما هي إلا ساعة وبعض ساعة حتى وصل إلى قصر الملك الشاب فرأياه يصطع الأنوار وقد زحم الخدم والحشم والأتباع والحجاب ورجال البلاط جميعهم عند الباب ينتظرون ملكهم المحبوب وعروسه الجميلة وبرزت لهم الجنية طالعة المستقبلين وقالت للملك الشاب أهلا وسهلا بك في مملكتك أيها الملك الجميل لقد عددت كل شيء لحفل زواجكما فاصطحل زهراء إلى غرفتها لتبدل ما لبسها وسوف أشرح لك في أثناء ذلك حوادث هذا اليوم فما زال لدي ساعة من الزمن فمشت ثلاثة إلى غرفة جميلة أنقة فاخرة الرياش ولقيت زهراء فيها عددا من الواصفات سوف يقمن على خدمتها ثم خرجت الجنية والملك الشاب وهي تقول لزهراء سأعود إليك بعد قليل فذقائق معدودة فخرجت مع الملك الشاب وقالت له قبل أن أصل إلى هنا عاقبت أهل زهراء جميعا فقد شفيت شقراء وحمراء من جراحاتهما ولكن تركت أثار تلك الجراح في وجاههما وحولت ثيابهما الفخرة إلى أطمار وزوجتهما سئسين من أغلاضي السواسي كبدا يسئان معاملتها وينهالان عليهما بالضرب إلا أن تتأدبا وتتحليا بمكارم الأخلاق أما الملك والملكة فقد مسختهما حمارين ليكفر عن قسوتهما وعن جريمة الإختيال التي ضبرها ولقد نقلتهم جميعا إلى مملكتك ليسمعوا بأذانهم ثناء الناس عليك وعلى زهراء ورجائي أن تكتم عن زهراء القصاصة الذي أنزلته بأبويها وشقيقتها حتى لا يعكر عليها صفاء سعادتها فشكرها الملك الشاب ووعدها بكتمان السر وذهب معا إلى زهراء فوجدها قد ارتدى الثوب العرسي الذي أعدته لها الجنية وكان أرواع مما يصوره الوهم والخيال فوقف الملك الشاب مشدوها بجمال زهراء فقالت الجنية هيا بنا فلم يبقى لي إلا نصف ساعة أذهب بعدها إلى ملكة الجينيات وأمكث عندها ثمانية أيام أفقيد في خلالها كل قوة السحرية ذلك قانونا ولا محيد لنا عنه وتأبط الملك الشاب دراع عرسه ونزل إلى قاعة العرش تتقدمهما الجنية وهناك تم عقد الزواج بجميع مراسمه واختفت الجنية بعده عن الأنطار وشاءت الجنية أن تمعن في تكريم زهراء وإدخال السرور على قلبها فنقلت إلى مملكة الملك الشاب المزرعة التي عاشت فيها زهراء وترعرعت ونقلت معها جميع سكانها فجعلتها في جانب من جوانب حديقة القصر الواسع الفسيحة بحيث تستطيع زهراء من خلال نزهتها اليومية أن تظهر مربيتها وتتحدث معها في مختلف الشؤون ولم تكتفي الجنية بذلك بل نقلت إلى خضر زهراء أيضا صناطق العاج وما تحويه من فخر الحلل وثمين الجواهر التي لبستها وتحلت بها في الأيام الثلاثة الماضية وعاش الزوجان عيشة هانئة سعيدة في ذلال حب عميق صادق جمع بين قلبيهما طوال العمر ولم تعرف زهراء مصير أبويها وشقيقتيها واكتفى الملك الشاب بأن يخبرها أن أختيها قد شفيتا من الجراحة بعد عثرتهما وأنهما تزوجتها ثم انقطعت عن السؤال عنهما وعن أبويها نزولا عند وصية عربتها الجنية وعاشت الأختان في شقاء مستمر وبقيتا على ما كانتا عليهم من سوء خلق وغلظة كبد فازدادتا تعاسا وشقاء أما الأبوان فعشا حمارين يتبدلن العض والرفس وتسترموا نار الحقد والبغضاء في قلبيهم كلما حملا صاحبيهما إلى المهرجانات التي كانت تقام في حدائق القصر ومزارع المملكة ورأيا فيها زهراء مشرقة الطلعة ورائعة الجمال يحيطها الملك وشعبه بالحب والولاء وشكرا لاستماعكم وإلى قصة قادمة سلام